كي تبني بالعلم حياة أسس من خير اللبنات لبنات من نهج نبي بهداه أطاء الطرق كي تبني بالعلم حياة أسس من خير اللبنات لبنات من نهج نبي بهداه أطاء الطرق بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم بارك عن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سأكم الله بالخير جميعا ونسأل الله لكم التوفيق والثبات والإعانة حقيقة أنا سعيد بهذا اللقاء وهذه اللقاءات المتكررة ونحن نتكلم عن حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أولا كما قلت أكرر في كل وقت إذا سمعنا اسم محمد فلنصلي ونسلم عليه لأن صلاتنا هذه التي نصليها على الرسول تبلغه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم واللقاء الماضي تحدثنا وإياكم عن صلح الحديبية وأنا لازلت أكرر أن كل حياة النبي عليه الصلاة والسلام مفاوضا سياسيا رب أسره عليه الصلاة والسلام تتحدث عنه قائدا تتحدث عنه في إيمانياته في عبادته في صلاةه في قراءته للقرآن في صدقته في إحسانه في معروفه ستجده أنه الأول والكامل عليه الصلاة والسلام في هذه الجوانب كلها واليوم أيها الأحبة الكرام نكمل ما وقفنا عنده وأنا أيضا أعدكم إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة سنتحدث كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته سنتحدث كيف تعامل الرسول مع الأطفال والشباب سنتحدث أيضا في بعض المواطن التي أشعر أنها مهمة فيما يتعلق في هذه السيرة النبوية المباركة تكلمنا عن صلح الحديبية وأن النبي رأى رؤيا في المنام وشاف الرسول أنه يدخل المسجد الحرام وأن الصحابة معه ويدخلون آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون وبشر رسول الناس وبشر الصحابة وخرج معه 1400 وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق طبعا هم أحرموا وأخذ الرسول معه الهدي في الطريق علم أن قريش درت وطلع خالد بن الوليد ومعه 200 فارس فغير النبي طريقة حتى لا يواجه خالد لأن هدف الرسول ليس الحرب كما قلنا هدفها السلم والهدف الأعلى السامي عند رسولنا الإصلاح صلى الله عليه وآله وسلم طبعا وصل النبي عليه الصلاة والسلام من حديبية وتحقق له ما يريد في طريقه وفي خطته مع أنه دخل مع مكان وعر وطريق متعب عليه الصلاة والسلام لكنه وصل ثم أيضا في تلك اللحظات حصلت المعجزات ما كان فيه ماء الناس عطشان أو تعبانين وأراد أن يتوضى ويتوضى الناس فرمى السهم وتوضى ثم رمى السهم في البئر وفاظ ذلك البئر وهذه معجزة وأيضا توضى بيده عليه الصلاة والسلام بالماء الذي كان عنده ثم فاظ الماء من بين أصابعه وهذه كلها أيضا معجزات النبي عليه الصلاة والسلام طبعا خالد بن الوليد كان يتابع المشهد وشاف الرسول وهو يصلي صلاة الخوف وكان يقول وش هالمسلمين اللي عندهم هذا الحب لهذه الصلاة وكانت هذه البداية مثل ما قلنا تعرفون لما راح خالد بن الوليد وأسلم تأثر بهذا الموقف وتأثره ويقول أنا ما أثرت في رسولنا ولا سويت شيء يعني أنا وقفت في أحد وقتل من قتل بسببي على جبل الرمات وفي غزوة أحد بل غير اتجاه المعركة تماما رضي الله عن خالد ومع ذلك يقول نحن وقريش لم نكسب شيئا خالد توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان عثمان بن طلحة والتقى بعمر بن العاص في الطريق لما توجه إلى النبي فرح الرسول بهم يقول خالد والله لما قال للوليد أخوه ابن الوليد يا خالد تعال الرسول ينتظرك في شوق لك قال والله لا أذهب له حتى ألبس أحسن ما عندي فاغتسر رضي الله عنه لبس الثياب ورا حتى يقابل النبي يقول أول مرة أحيي النبي بتحية بتحية الرسالة يعني قلت السلام عليك يا رسول الله ما كان نديه برسول الله فقال فرح النبي صلى الله عليه وسلم به واحتفى به وأمر أن يوضع له بيت وقيل أنه اشترى له بيتا والرسول يحتفي بكل شخص من من أصحابه حتى عمر بن العاص يقول كنا نظن أن كل واحد منه أحب واحد عند الرسول من المواقف الجميلة عمر بن العاص يقول كنت أظن أنني أفضل شخص عند الرسول أول يوم أسلم عمر بن العاص قال له الرسول أني أحبك يا عمر يقول انبسط بلا شك يحق له ذلك يقول فبدأت أطلع بين الناس ويقول أنا أحب رجل عند محمد بن عبد الله من احتفاء الرسول بصحابته يقول فلما جاء من بكرة وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول أردت أن أسأل هذا عمر بن العاص يروي يقول أردت أن يعني أبين مكانتي غلاي عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اللفتة حلوة يا ليت الأباء والأمهات إذا دخل شاف ولده كل ولد أمامك رحب فيه واحتضنه وحسس أنها أغلى ولد عندك وحسس أنها الغالي والكبير عندك وهذا أيضا بالرجل الذي عنده أكثر أكثر من زوجها وقس على ذلك بين أصدقائك وأحبابك وجيرانك ومن يسلم عليك وهذه صفة فن في التعامل يقول عمر بن العاص فجلسنا مع النبي عليه الصوت السلام فقلت يا رسول الله شوفوا اللي واثق تماما من أحب الناس لك يا رسول الله هو الآن ينتظر عمرو شو يقول الرسول يقول انت قال حب الناس إلي عائشة يقول ان صدمت قلت لا 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 أنا أقصد من الرجال ما قصد الحريم قال النبي أبوها يعني أبو عائشة وهذا أيضا في دلالتين على أن الرسول يحب عائشة كثير الضمير يعود على من قال ابوها ما قال ابو بكر يقول حين اثنين فقلت اذا اكون الثالث انا قلت ثم من قال عمر يقول ان صدمت قلت جل علي الرابع قلت ثم من قال عثمان قلت ثم من قال علي يقول اخذ الرسول يعد حتى بلغ واحد وعشرين اسم يقول بعدها سكت قلت لعلي انا رقم اثنين وعشرين ولكن النبي يحتوي هؤلاء الصحابة ويحتوي كل كل من حوله الرسول الان في الحديبية قريش الان في وضع محرج جدا طبعا اش قالت قريش قال احنا تورطنا الان محمد وصل على حدود مكة والموضوع الان اصبح بين يديه انطردناه ما نستطيع فالعرب ستتكلم علينا وهو محرم وين ادخلناه كأنه دخل عنوى يعني غصبا عنه وين حاربناه سينتصر هو عنده قوة وجربناه احنا في بدر وجربناه في الخندق وجربناه في احد الموضوع في نوع من الخطورة اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف بكل قوة لكن الرسول ما يبغى الحرب يا جماعة خلوا بيني وبين الناس هذا كلام الرسول انا ما جيت احاربكم انا جيت اريد سلما فقريش وش راح تسوي قالت نرسل واحد له يفاوضاه يا سلام انا وصلت للي انا ابغى قال نرسل الان من يفاوضه لكن الرسول ما ينتظرهم هم يرسلون لها احد قلت لكم انا كانت تذكرون في برامجنا في بداية زد رصيدك قلت ان الرسول مبادر ما ينتظر ردود افعال قريش اللي كانت في موطن ردت الفعل النبي صلى الله عليه وسلم مبادر ولا راح يلحقون اصلا هنا النبي عليه الصلاة والسلام قام الرسول قال يشوف واحد من الصحابة يرسله الى قريش قال تعال يا خراش هذا رجل اسمه خراش ابن امية قال تعال من ثقيث قال يا خراش ابن امية اركب على ناقتي في رواية انه ركب على ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي رواية انه ركب على جمل اسمه ثعلب وهذه الرواية عند الامام احمد فلما ركب طبعا تذكرون ناقة الرسول بركت يوم صلت يوم جدت بتدخل عنده الحديبية بركت الناقة والناس يقولون حل حل يعني قومي والناقة حل عند العرب يعني بمعنى قومي وحاولون يضربونها يصقعونها بعصة ما قامت الناقة فقالوا الناس خلأت القصواء يعني عصت الرسول قال والله ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق لكنها وقفت موقف الفيل الفيل يوم جامع عبرها وقف هنا وبرك لانه عظم البيت الحرام والناقة يوم شافت الكعبة عظمت الناقة وخافت من موطن الفيل الرسول هنا نغز الناقة وفي رواية زجرها فوثبت وقامت الناقة ثم قال النبي السلام لخراش ابن امية اركب واعطاه الناقة الرسول ليش كأنه يقول هذه توقيعي هذا ختمي معك عشان اذا دخلت على قريش تعرف اني موجود واني ارسلت رجل يستحق ان يفاوض عني بكل الصلاحيات وقل لهم يا خراش شوفوا الشروط يا جماعة ديننا دين سلم دين سلام دين راحة دين امن وامان قل لهم اني جئت معتمرا انا ما جئت لابغى العمرة انا محرم يا جماعة انا جئت معتمرا ومعي الهدي مع سبعين بدنة النبي صلى الله عليه وسلم ولن اتي لحرب انا ما جئت احاربكم واني ساعتمر واذا انت اعتمرت ارتحلت انا ما نبجالس اباخذ عمرتي ثم بطلع من المكة وهنا النبي كلامه واضح يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا حتى ما قال له يقول احنا ودنا نفاوضكم نبغى معاهدة نبغى صلح لا عارفين ليش لان الرسول يعرف ان قريش ما بعد تهيئت ولا يبغى الرسول يخسر خلنا نسميها قيمة مفاوضية يعني انا اذا قلت لكم خلاص طرح بنوقع معكم صلح كاني مستسلم خلها الان خلهم يتهيئون وخل عندي اكثر من حل واكثر من خط حتى لو سار بينه وبينهم مفاوضة ونقاش استطيع في النهاية انني افترض او افرض عليهم ما اريد تفرجوا على رسولكم يا شباب يا سياسيين يا عالم يلي بينك وبين زوجتك مشكلة يلي ما عنده فقه في قضية التفاوض والاخذ والعطاء شوفوا رسول الامة عليه الصلاة والسلام انتبه ترى كل المفاوضات في العالم تقوم على ركيزتين تقوم على علم وعلى فن والمفاوضات والنوعين هذه تجدها في رسول الله كل الثنتين العلم والفن وستجد ان كل المفاوضات قائمة في العالم على ايش على انك تاخذ مكاسب اكثر مما تقدر وتخفف عن نفسك من الخسائر بشرط انك ما تتنازل عن ثوابتك وفي نفس الوقت ما تخسر الفكرة انا جاي لهدف ابغى مفاوضة ابغى صلح ابغى سلام لان عندي هدف كبير قلناه وهو الاصلاح الدعوة ادخال الناس في دين الله سبحانه وتعالى تفرجوا على رسولكم حنا شفنا الرسول اجتماعيا شفناه مع زوجاته شفناه مع خديجة شفنا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في هجرته شفنا تعامله مع القرآن شوفوا تعامل الرسول مع التفاوض شوفوا الحنكة والسياسة والبعد ارسلوا قريش واحد انا انسى تبدأ المفاولات طيب وش شرطك يا رسول الله واش تبغى انت شرط النبي واضح انا اللي ابغى منكم يا قريش خلوا بيني وبين الناس ترى هذا اللفظ موجود في البخاري وفي مسلم انا ابغى تفتحون الطريق لا تسدون علي انا رسول رب العالمين وعندها الامة في ذمتي وفي رقبتي اريد ان ادعو الناس الى الله اعبد الخلق الى الخالق فلا تمنعوني خلوا بيني وبين الناس لكن قريش الان بدأت تعاند وقريش الان في في وضع تعرف فيه تماما انها خلنا نقول في ورطة مزنوقة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بطريقة واضحة وبذكاء وبخطة مدروسة ما في تنازل لا يجينا واحد بكرة يقول انا بتفاوض مع عدو على اي موضوع بس بتنازل عن مبادي لا نعم حن نقدم قيمة اساسية له السلم لكن لا نتنازل عن رسالتنا ولا نفرط في توحيدنا ولا نلعب في ولائنا ولا في برائنا هذا الشرط علشان ما نوزن الميزان بما لا يليق اول واحد جاء للنبي ارسله لا تدرون منه اسمه بوديل ابن ورقا هذا قائد خزاعة بوديل ابن ورقا رجل ما لا قيمة يعني هو مؤثر اصلا يعني ما لا قيمة عند قريش اقصد وليس مؤثر تأثير قوي وفي التالي قالوا تذهب اليه وتفاوض محمد عليه الصلاة والسلام بس عارف النبي صلى الله عليه وسلم دارس الناس وعارف اوضاعهم اول ما اقبل عليه بوديل ابن ورقا الرسول يشوفه فنظر النبي عليه الصلاة والسلام قال جاء 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 هذا الرجل وش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم اليكم رجل عاقل الرجال ذا اللي جاينا تراه عاقل بياخذ يعطي معنا بعقل هذا يدل يا جماع ان الرسول ايضا يعرف الناس ولذلك انا بنصحكم نصيحة اذا اردت ان تجلس في مكان فيه مفاوضات واخذ عطا وتوقعات واتفاقيات ادرس الجهة التي ستذهب اليها ولا اشخاص اللي بتجلس معهم كون معرفة واخذ خلا ما يقول انسيف عام سيرة ذاتية واعرف كيف تتعامل مع الطرف اللي امامك وهذه قمة الذكاء يوم اقبل بوديل قال جاءكم يقول لهم ايد الصحابة جاءكم رجل عاقل ثم جاء وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا وضوح وصدق الرسول قال له كلمات مختصرة في خمسة اصطر بعبارات واضحة واضحة اللي عنده قال بوديل يا محمد اني تركت كعب ابن لؤي من من قبيلته وعامر بن لؤي وتراهم نزلوا اعداد مياه الحديبية يعني لو جاءوا عند الماء اللي في الحديبية هذا شربوه من كثرتهم عداد ماء الحديبية وانهم سيصدونك عن البيت الحرام والله ما تدخل مكة ممنوعة ونتحداك يا محمد انتم من معك قال النبي اسمع قل لهم اني لم اتي لي حرب ولا اريدوا قتال انا ماجي تقاتل ولا ابغى حرب انا جئت للعمرة وهؤلاء اصحابي قد احرموا وهذا الهدي سقناه معنا كما ترى وقل لهم شوفوا الثاني عشان ما حد يقول هذا خوف وتنازل وقل لهم ان قريشا عندي خبر قد انهكتها الحرب والله ما تقدر تقابلني واضرت بها مصالحها تجارتها خربانة وعلاقاتها بالعرب اليوم فيها اهتراء وفيه التذبذب وانتم انتم الان محتاجين لي خل بالك النبي هنا عارف الشيء اللي سيقول ثم قال وقل لهم ان شئتم ان تماددوني مدة يعني يسير بينكم تفاوض تماددوني مدة على الصلح فانا موافق على الصلح اسمع عندي امر رابع قل لهم الصلح على ان تخلوا بيني وبين الناس لو في صلح ما حد يمنعني من رسالتي ولا من بلاغ الرسالة ولا من اداء هذه الدعوة الهدف عندي واضح ثم قال الامر الخامس وقل لهم ان شئتم انتم يا قريش ان تدخلوا فيما دخل فيه الناس اسعدوا بذلك الله يحييكم هذا الخطاب الدعوي والهدف الكبير اخر نقطة وان ابوا اسمعوا يا جماعة رسولكم حنا ما نلعب انا جيتكم بالصلح لكن تعاندون طلعون عضلاتكم علينا وكل شي رايح واحد وجاي واحد فان ابوا ان يخلوا بيني وبين الناس او يفاوضوني او يماددوني على مدة فوالله الذي لا اله غيره لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي يعني عنقي يقول الله لو تقطعون رقبتي والله هذا الرسول يقوله حتى تنفرد سالفتي على ان ابلغ دين الله ولينفذ امر الله اشاء امان اشاء وعارض من عارض شايفين الوضوح انا عندي هدف صحيح ان ابغى السلم لا اريد الدماء لكن عندي هدف واحد واضح ولذلك رهبهم ورغبهم وتكلم معهم والرسول غير رعيف ولا يتكلم معهم بضعف قال ابو ديل خلاص خلاص انا قد وعيت كلامك وفهمت ما قلته لي يا محمد ورجع لقريش ابو ديل ابن ورقاء قال يا قريش يا ايها الناس احذركم ان تبهوا ان تقفوا امام هذا الرجل والله اني رأيت رجل لا يدعو الى حرب الرجال هذا ما جاي حاربكم انما يدعو الى السلم والسلام هذا الرجل جاء يريد العمرة خلوا بينه وبين الخلوا يدخل يوم جلس يمدح قال العكرمة وكفار قريش اسكت لا تقعد تمدح محمد عندنا حدثه عننا ولا تحدثنا عنه لا تقعد تقول لنا وش محمد اعجبك هو حنا ما نبغى نسمع مدح في محمد حنا نريدك ان تحدث محمد عننا ولا حاجة لنا بقولك عن عن محمد ابدا اسمع حنا قلنا لمحمد لن يدخل عنوة مهما اراد ان يفعل محمد يعني غصبا عنا ما راح يدخل مكة مهما يكون وش نسوي التفتو انت ما تصلح تصلح تعال يا عروة عروة بن مسعود الثقافي هذا حق ثقيف طبعا عروة بن مسعود بالمناسبة قال لهم كلمة قال اسمعوا طيب بن الرجل بوديل بن ورقاء قال انتم ما عطيتوه مجال يعلمكم وش قال له محمد اسمعوا منه يعني وش يضركم اسمعوا ماذا قال محمد قد تخرجوا بامر مما قال يمكن كلام اهل يقوله تطلعوا لكم برأي قال يلا حدثنا يا بوديل وش قال لك محمد قال يا قوم اترفضون ان تسمعون مني ساقول لكم ما قال لي محمد ان محمد هذا لا يريد حربا يريد ان تخلوا بينه وبين الناس ويبغى يدخل الكعبة صلى الله عليه وسلم لانه الان محرم ويبغى يأخذ العمرة وكلامي هنا واضح وايضا يقول لكم محمد عليه الصلاة والسلام ان اردتم ان تصالحوه فحيا هلا نصالحكم ولا عندنا مانع قالوا طيب نرسل غيرك انت ما جبتنا العلم فارسل رجل يقال له مكرز ابن حفص مكرز بكسر الميم وتسكين الكاف وفتحة الراء او الزين قال مكرز هذا ابن حفص تعال رحل النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا الرسول قلت لكم دارس الناس عارفهم واقبل مكرز هذا والرسول عليه الصلاة والسلام جالس فلما رآه والحديث كما تعرفون ايضا هذا في البخاري رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم رجل غادر فاجر عارفهم الرسول ترى اللي مقبل علينا ذا تراه غادر وتراه فاجر ثم اقبل مكرز على النبي صلى الله عليه وسلم ونفس الكلام قال له فرد عليه الرسول قريب من الكلام اللي قاله الى ابو ديل بن ورقا فرجع الى قريش واخبرهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله ما تنفع انت جيبونا واحد ثالث شوفوا المفاوضات يعني اليوم الرسول هو المبادر وردات الفعل عند قريش الرسول جالس الرسول ترى جلس في الحديبي عشرين يوم وهم ياخذون يعطون يفاوضون ثم ارسلوا الحلس ابن علقمة هذا سيد الاحباش قالوا تعال ورح لمحمد وفاوضه الحلس هذا عاقل وكان يعظم شعائر الله يعظم اللي يحب الابل ويحب البقر والغنم يعني يحب ان يرى الشعائر خاصة فيما يذبح ويهدى لبيت الله سبحانه وتعالى ولله هنا لما شافها النبي عليه الصلاة والسلام مقبل قال جاءكم رجل يعظم الشعائر اللي جاينا ذا يعظم الشعائر وانه يحب البدنة يحب الابل فقوموا فاطلقوها عليه وجابوا الهدي اللي معهم سبعين بعير واطلقوها قدامه شوفوا الرسول كيف كيف يتعامل مع الناس فهم شخصياتهم ثم قال للصحابة ارفعوا اصواتكم بالتلبية ويوم قرب فاذا بهم يقول لبيك اللهم لبيك ويرفعون اصواتهم والابل تمشي قدامه الرجال يام شاف الابل وهي جاي على اساس تنحر هديا وسمع التلبية فر ورجع خلاص وصلت الرسالة ما يحتاج الروحة فارجع كذلك ولم يكمل ولم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على قريش وقال لهم اني رأيت رجلا شوف روح التخطيط يا جماعة نبيكم عليه الصلاة والسلام والعقلية الفذة وكيف التخطيط يا معشر قريش اسمعوش قال ابن علقمه يا معشر قريش اتدعون الى البيت الى مكة سفهاء الناس سفهاء العرب يطوفون فيها وتمنعون رجلا يعني محمد بن عبد الله وهو يعظمها كيف يمنع محمد اللي يعظم بيت رب العالمين والدخلون السفهاء اللي ما لهم قيمة يدخلون يطوفون بالبيت الحرام والذي نفسي بيده خلاص قلب والذي نفسي بيده لتخلين بين محمد وبين ما ارات او لانفرن بالاحابيش قبيلتي كلهم نفرة واحدة والله لو حدثنا العرب عنكم واقول للناس انكم انتم فعلتم بالابي محمد ما فعلتم وتتكلم فيكم العرب قالوا مه يعني اسكت الله يكفينا شرك اسكت مه لا نريد كلامك خلنا نفكر اسكت لعلنا نتداور الحديث ونبحث عن ما يرضينا شوفوا العقل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض يا جماعة حنا نتفاوض ندور السلم لكن بشرط ما نهين انفسنا ولا نتنازل عن حقوقنا وهذا مبدأ رسولنا انا ماهين نفسي ولو فرط في توحيدي وفي نفس الوقت انا لا اضيح حقوقي انا جايكم بفاوض وابغى السلم لكن لن اتنازل عن مبدأي ولن اهين نفسي ولا من معي من صحابتي وحقوقنا سنعيدها لنا بالعدل وهذا هو رسولكم صلى الله عليه وآل آله واصحابه وسلم في نفس الوقت الكرامة ظاهرة والعزبين هذا التوازن والله لو نفهم يا جماعة على مستوى الدول وعلى مستوى البيوت وعلى مستوى الافراد لو نفهم هذا التوازن عرفنا كيف نشتغل ونعمل في حياتنا ثم قالوا اسكت يا ابن عالقمة قالوا اذهب يا عروة تعال يا عروة يا بن مسعود حنا تعبنا اح يا عروة عروة بن مسعود من هذا هذا اللي طرد الرسول في ثقيف اللي تزعم اهانة النبي في قصة الرحلة الى الطائف وكان ترى هو يخطط هذا هو اللي كان يظن في يوم الايام انه سيكون نبي هذا عروة هذا وكان يحاقد على الرسول وعروة بالمناسبة كان في الطائف يوم الرسول لما وصل لحديبية هو كان في الطائف سمع ان قريش تفاوض محمد فركب وخذ معه مجموعة من ربعة ونزل من الطائف الى مكة فلما اقبل على على اهل مكة قال جئتكم لاني سمعت انكم عنفتم يعني جاكم حقكم وانكم اسأتم اللفظ قمتم تأخذون تعطونه العرب انتشر يعني انتشر سيتكم السيء عند الناس وانكم انتم والد وانا ولد وش معنى هالكلام امه ام عروة هذا اسمها سبيعة بنت عبد الشمس يعني منكم يا هالمكة انا انتم خواضي وانا ولد لكم واليوم جاي بفزع فزع ابدأ ورلكم ما ينفعكم قالوا تعال انت رجل حكيم وعندك عقل اذهب فاوض محمد قال بس بشرط تعطوني الصلاحية اني ااخذ واعطي معه يعني على ما تفاوضت انا ومحمد عليه توافقون قالوا اذهب وفعل ما شئت وراح عروة عروة هذا ابن مسعود لما اقبل الان طبعا قريش خلاص يعني خلنا نقولها بالعامية مزنوقة اخر كرت عروة ابن مسعود هذا يريدون طبعا هو ذكي يبغى يقلل مكاسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويكثر مكاسب قريش هذا هدفه وله عارف انه ما لحل الا ان يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل والرسول عليه الصلاة والسلام جالس بين يديه طبعا تخيلوا هذا اللي نزل فيه قول الله جل وعلا قالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ليش ما نزل عليه يا انا رجل من القريتين يا انا يا الوليد ابن المغيرة حنا حق بالنبوة من محمد وفيه شوفة نفس بالمصطلح المعاصر ويشوف ان محمد بينه وبينه عداوة انا المفروض اكون النبي وش هذا محمد ومع ذلك شوفوا العقلية هذه خنعت عند رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم محمد عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه عروة ماذا قال قال عروة بن مسعود يا محمد شوفوا يحاول انها يستفزي يستفزي الصحابة اني جمعت الاوباش الناس اني جمعت الاحباش وانك جمعت الاوباش حنا عندنا الاحباش ترى موجودين وعندنا عرب من قريش موجودة وانت جمعت الاوباش السقط هذا ولي طبعا احنا الرسول ناظر صحابة من قهرين اش الكلام هذا جالس يهينهم لكن الرسول يبغي يشوفوا اش اخرتها شوفوا النبي العقل البعيد والنظرة البعيدة وهو يشير عليهم يا محمد انت جئتنا تكسر بيضتك يعني ديرتك بلدك هذه مكة كيف جاي تحاربها جئتنا تكسر بيضتك وتنقضها جاي تكسر بلدك والله ما رأيت احدا من العرب اجتاح على اهله وغار على بلده الا انت ما في احد من العرب خان اهله هذا نظره هو ويا محمد ان قريش ترى نجيتك من عند قريش وقد لبسوا جلود النمور وتراهم تعاهدوا هو بس يبغي يربكهم يبغي يقلب الموضوع معنويا نفسيا وتعاهدوا قريش ان يقاتلوا حتى يموت اخر رجل منهم واخر رجل فيكم وترى الموضوع ما عاد يتحمل وايموا الله لكاني من ربعك هؤلاء يناظر في ابو بكر وعمر لكاني بهؤلاء سيفرون عنك لما يجي الجد تلتقي مع قريش ازعلوا الصحابة حتى قال له ابو بكر كلمة رضي الله عنه ابو بكر واقف وراه شوفوا الرسول هو جالس يقول انتم او باش وناس ما لكم قيمة اللي واقف ابو بكر شوفوا نبيكم كيف يخطط واقف رجل ثاني مدرعه الرسول لابس درع كامل مغطي وجهه وباينها بس عيونه هذا الرجل ما يبعد عرفها عروه ابن مسعود وهذا يدلك على ذكاء النبي هذا الرجل اللي لابس الدرع يصير للعروه ابن مسعود ولد اخوه وشوفوا كيف رد عليه النبي صلم اول ما سمع ابو بكر هالكلمات قال ترى ربعك هذول يسي يتركونك قال له ابو بكر اسكت ثم قال كلمة استحي يقولها لكنها موجودة في صحيح البخاري يعني شتمها ابو بكر الشتيمة يستاهلها لكن لا يروح احد يدورها الحين الكلمة ذي يقول ترى اني باروح اقولها واطبقها هذا استثناء في موقف يستحقه فقال له عبارة وشتم اللات اللي هي صنمهم التي يعبدونها قال من هذا الذي يشتمني يا محمد انا سيد تقيف واقف امامك يشتمني واحد منكم قال هذا ابن قحافة ابو بكر الصديق تدلون سوى عروة فنزل راسه يقول فنظر اليه فقال له انت ابن قحافة يا ابو بكر والله لو لو انه غيرك لرددت عليه فان لك فضل علي ها يلا هذول الاوباش كيف لا فضل عليه يقول ابو بكر كنا في مكة ابو بكر كان يبيع يشتري تاجر فطلبني مالا فاعطيته فانتفع بمالي يعني قبل الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والان هذا عرف قال اه انتلك فضل علي مقدر اذا كاسر عينك انا وانت قل حنا اوباش هذا التخطيط الاول شف الرسول خلى قرب منه الاشخاص اصلي لهم فضل عليه عشان تسكت فيه الرجل هذا اللي جالس لان يتهكم فينا فاسقط ابو بكر له فضل عليه والذي يرد عليك هو ابو بكر خذوا دورات من رسولكم يا جماعة يا شباب تبي دورات مهارية في فن الادارة في فن التفاوض في الذكاء في السياسة في علم الاجتماع في الاصلاح في الدعوة في العلاقة الاوسرية في الخطابة في كل باب ستجد ان رسولك صلى الله عليه وسلم جمعها كلها شوي شوفوا الجرأة فتقدم عرب مسعود ومساك لحية الرسول يا محمد الرسول يبعدده يعني طريقة مؤدبة وهو يمسك طبعا الصحابة واقفين لكنهم يشوفوا الردة فعل النبي واش راح يسوي فامسك له يا محمد اسمعني يعني انا بكلمك وهذا الموقف اثار الصحابة القصة هذه ذكرها الامام احمد في المسند ايضا وخرج البخاري جزء من الفاظها وهنا الان اللي واقف قلنا وراه منه ابن اخوه منه المغيره بن شعبة واقف ورا النبي عليه الصلاة والسلام ولابس الدرع وهذا يجر لحية الرسول فاخرج السيف وبدأ يطقه كذا يعني عقل الحين طقك ترى بظهر السيف وبعد الشيء بقصها لك ثم ضربها الثانية ثم الثالثة فاوجعه يوم رفع السيف على اساس بيضربه ليس بصحيفته بيضربه بسنه بمكان القطع رفع النبي صلى الله عليه وسلم السيف قال اوجعتني يا رجل من هذا قال اه لا تعرف هذا ان تقول همان اوباش واللي معي كلهم سقط هذا ابن اخيك المغيره بن شعبة ارفع عن وجهك يا المغيره خليه يشوف كم رفع خلاص والدخوي مش اقول اذا كنت تتحدث علينا اننا ناس ما لنقيمها يا هذا والدخوك من قبيلتك بل اقرب الناس اليك ثم قال له كلمة قال امسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لأفصلنها لك لأفصلن كفك عن ساعدك يدك لعد تمدها يعني تأدب في من تتحدث معه قال عروه ويحك ما اغلظك وما افضك قال له النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف عليه الصلاة والسلام ان هؤلاء اصحابها قوياء قال انت المغيرة بالامس كنا نغطي سوءتك يعني بقولها بالعامية امس كنا نلبسك احفاظه ما عليش امس جالسين نوضيك والان تتحدث علي هو قادل عبارة لسبب لان المغيرة بن شعبة كان قبل الاسلام يطلع من قطعين الطرق وقطع طريق على ناس في الجاهلية وخذ مالهم وسرقهم وبعد ينراحوا اسلم يوم جاء قال يا رسول الله اني اريد الاسلام واني اتيت بمال قطعت طريقا على قوم قال اما الاسلام فقبلناه واما المال فلا حاجة انا به وهذا يتكلم عروه ابن مسعود يقول احنا عارفين علومك انت سارق ناس في طريق وترهم جو وانا جالس اذري عنك وادافع عنك والان جالس تمد يدك وتضربني امام محمد لكنه اسقط بين يديه وهو يرى هذا الموقف من ابن اخيه النبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ هذا المشهد الحين الرسول بيعطيه درس عملي ردينا ثلاثة قبلك الحين بنختلف معك قال له الرسول عروه ان شئت تبقى ان بغيت تنتظر انتظر انه قد حان وقت صلاتنا يا سلام نبغى نروح نصلي تبغى تنتظرنا ونكمل الكلام في اهلا ومرحبا انت رجال مستعجل توكل على الله انه حان وقت صلاتنا الصلاة يا جماعة اكرر الصلاة الصلاة من يوم بدأنا سيرة رسولنا كل ما بحثوا عنه وجدوه عند الكعبة يصلي الصلاة يا امة يا شباب يا نساء يا بناتي يا ابنائي يا كل مسلم وش انت من غير الصلاة لا تتعذر تقعد في اجتماعاتك وتترك صلاتك تقول ان والله عندي عمل قم فصلي فرضك ثم تعال افعل ما شئت مدام في اباح الله صلاتكم صلاتكم قالها الرسول انتظر اذا بغيت تنتظر ان شئت ان تبقى انا ساصلي انا وقومي ليش الرسول يبغي يصلي الان التفت على الصحابة قال ائتوني بالوضوع جبوا الموية الرسول افهموا الصحابة افهموا وعطاهم رسالة حب اتباع تضحيا يعرفون الرسول ان عنده شي بغي يوصله لها الرجل فقاموا فتراكضوا القوم فجابوا الماء شوفوا الرسول يتوضى يصبون عليها الموية ويتوضى والصحابة يتقاتلون على الموية اللي تطلع منها يتمضمض يتقاتلون يطيح الموية من يد الرسول كل واحد ياخذه يمسح به وجهه وجسده وهو يناظر قال وش هالقوم هذولين اللي يحبون نبيهم الى هذه الصورة القوم يتقاتلون يبتدئون كل ما توضوا سقطت قتله تراكض الصحابة رضي الله عنهم عليها فاخذوها يقولون كان الصحابة هو انهب العروة يقول والله اني رأيت قوما يحبون رسولهم والله انه اذا تكلم استمعوا ولا يقاطعونه ولا يبتدرونها يعني ما يتكلمون قبله لا يبتدرونها بالكلام واذا نظروا اليه لا يحدون النظر يعني ما ينظرون كده نزروسهم الا ابو بكر وعمر اذا تكلم ورفع رأس نظر عليه وابتسم وابتسم من مكانته ما عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجع تدرون السواء ما كمل المفاوضة شاء العفشة وهم يصلونهم شاء قال مع السلامة هؤلاء القوم اللي يحبون رسولهم الى هالمكانة ما نقدر نفاوضهم ورجع الى قريش وقال يا قريش يا قريش خلوا بين محمد وبين ما يريد والله لقد دخلت على الملوك دخلت على كسرى وملكة ودخلت على قيصر وملكة ودخلت على النجاشي وملكة يقول له والله اني شفت الملوك هذا وليه والله لكني ما رأيت احدا يعظم رجلا كتعظيم اصحابي محمد لمحمد يقول يا جماعة انا شفت كسرى وشفت قيصر وشفت النجاشي ثلاثة ملوك اكبر ثلاثة امبراطوريات في الارض في ذلك الوقت شفت كيف يتعاملون لكن محمد والله اني رأيت قوما يحبونه اكثر من حب اصحاب الملوك لهم هذور القوم حبوا من رسولهم اذا تكلم سكتوا واذا قام قاموا واذا اشار فهموا واذا توضى يتقاتلون على الماء الذي يتمضمض به يا جماعة ركو وخلوا ما بين محمد يطأطئون رؤوسهم وهو يتكلم بينهم انا اتمنى ان يكون فيه تفاهم بين الشعوب والقيادات حكامها الحاكم والامير والوزير والقائد والملك والرئيس في اي بلد اذا ما نزل لشعبه وتفاوض وشاور واعطى واخذ ولان واستمع وعدل وإلا لين يكون فيه نوع من التوافق والحب ولذلك النبي كان يقول اشيروا علي في كل موطن وكان يستمع منهم ويرجع اليهم ويصدر احيانا عن بعض ارائهم رضي الله عنهم وارضاه ما تقوم نهضة ولا يقوم عز للامة وشعبها في طرف وحاكمها في طرف بدليل ما نرى اليوم حولنا ما الذي يحصل اليوم مثلا في ارض سوريا هل يعقل البشار حاكما يبيد شعبه وهو يقول ويدعي انه عادل وقس على ذلك من اهل الاستبداد والظلم لا يمكن ان تتفق امة طبقة من الشعوب مع حاكم ومسؤول ورئيس وامير وهو في بعد عنها لا يفهمها ولا ينزل لها فنبيكم صلى الله عليه وسلم استطاع الان قريش خلاص معه تقدر ماذا تفعل قالوا ما فيها الان نتحرش في محمد نبغى نلزم محمد انه قاتل الرسول ما يبغى القتال اطلع يا خالد وقيل لم يخرج خالد قيل غيرها وطلعوا معه ثمانين فارس وش وظيفتكم روحوا واخترقوا المسلمين وادخلوا فيه معسكر المسلمين حاولوا تخطفون اثنين ثلاثة وتأسرونهم او تقتلونهم عشان يقاتلكم محمد وتصبح مقتلة ونقول للعرب ان محمد هو اللي بدأ بالقتال اطلعوا ثمانين واخترقوا بين بين الصحابة وهم يصلون دخلوا بين الصفوف يحسبون الصحابة نايمين يحسبون اصحاب محمد ما يخططون محمد بن سلمة هذا محمد بن سلمة مسؤول الحراسة في الحديبية مع الرسول فطن ومعه جنود فطنين انتبهوا للموضوع فامر النبي ان يقيدون ربطوهم قال عمر نقتلهم قال لا قال نأسرهم قال لا قال نطلب الفدية قال لا انا ما ابغاهم انا جاي للسلم ولو اردت قتلتهم ولو بغيت اسرتهم ولو بغيت طلبت الفدية حتى تفديهم قريش واوطلقهم لكن جيبوهم مربطين وودوهم القريش معقلين مربوطين عشان تعرف القريش اني نقدر عليها ومع ذلك اطلقناهم وراحوا بهم كل واحد مربوط على دابته ودخلوهم قال الرسول انتم مارين مروا على الاحباش قال له ابن علق ما يشوفكم فهمتوا يعني يوصل الرسالة ترى اللي كنت تقوله انت لهم انا وصلت اليه وفعلته اذا هدفي واضح خلوا بينه وبين الناس انا نبي مرسل اريد الاصلاح شايف السياسة شايف التفاوض الله جل وعلا هنا انزل قول الله جل وعلا وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان اظفركم ايش عليهم وكان الله بما تعملون بصير الله اظفرك يا محمد لكنه كف في يدك عنهم وكف ايديهم عنكم الرسول الان مسيطر على الوضع قال الرسول عليه الصلاة والسلام الان انا اللي برسل قم يا عمر رح لقريش واقبرها بما عندي قال عمر يا رسول الله اما انا فلا اصلح ان امرتني اطعت وان استشرتني فانا لا اصلح قال له ليش قال انا كنت غليط انا كنت شديد عمر تعرفوا ان يذبع على الطريقة الاسلامية وكانت الدرة شغالة وقريش ما في احد الا ادبه عمر رضا قال انا يا رسول الله رجل غليط وشديد وقريش ليس فيها لي فيها عزوة الان ولو رحت فعلوا بما فعلوا ولن تتحقق رسالتك انا اشير عليك ان ترسل عثمان بن عفان عثمان له عزوة وعثمان شخصية محبوبة حتى عند كفار قريش ورجل تاجر وله مكانته قال حسنا قلت شوفوا عمر ما قدم مصلحته على مصلحة المسلمين مصلحته وشه وانه يروح ويخربها على ما يقولون ويجلس ويقال عنها اشقالت عنها المنافقين انه رجل خوار خواف لا يا من بخوافنا بالعكس انا رضيت اني اجلس وتقولون عني ما تقولون تقولون ما تقولون لكن تستمر خطة الرسول ويتحقق هدف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قم يا عثمان نرسلك يا عثمان ادخل عليهم واخبرهم اني اتيت للحرب ما اتيت للحرب اتيت للعمرة وان محمد يريد السلام هذا ديني اذا ارادوا انه فاوض فاوضنا شوفوا دخل عثمان استقبلوه استقبل عثمان ابان بن سعيد بن العاص عثمان محبوب استقبلوه حتى انه جلس يمسك دابته يوم دخل عثمان قابل ابو سفيان وقابل عظماء قريش قال لهم يا جماعة الرسول عليه الصلاة هذي شروط واحد اثنين ثلاثة يوم اسمعوا منه طلع عثمان ماشي يناظر الكعبة شفت المشتاك منذ يوم هاجر ما دخلها يناظر الكعبة عثمان وود فيها قال له ابو سفيان تراني بنأذلك اذا اردت الطواف اذهب فطف بالبيت تراني سامحين لك قال والله ما كان لي ان اطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلام شوفوا التضحية والحب شوفوا تربية محمد والله اني فعلا مشتاك للكعبة واني يوم شفتها دمعت عيني وتذكرت الايام القديمة واني اتمنى اطوف اقبل الحجر الاسود لكن والله ما اطوف الرسول ينتظر خارجها مهما كانت الامور حتى يطوف قبلي صلى الله على محمد ورضي الله عن صحابتي يا حبيبي يا رسل الله تربية تربية حقيقية لكن قريش السوت قالت تعالوا حنا نبغى نتشاور جيبوا عثمان وحبسوه ما الرسول الذي يرسل لا يقتل ولا يؤسر ولا يؤذى وقريش تلعب وقيل ان قريش قال تحبسوه لا يروح خلنا نطول المدة على محمد ونربش محمد وينتظر خذوا عثمان وقفروا عليه واشيع طلعت اشاعة ان عثمان قتل لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ان عثمان قتل النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عثمان للتفاوض والمفترض انه يرجع اليهم من غير ما يحدث لعثمان اي شيء شوفوا رسولكم يحترم روح الجماعة ويحترم نفوس الناس فلما اشيع ان عثمان رضي الله عنه قتل قام النبي صلى الله عليه وسلم واغتلى في الموضوع قال يا قوم والله من اراد ان والله لا اقاتل ان قريش ومن اراد ان يبايعني فليقدم عليه تعالوا تو يا رسول الله احنا جاي لصلح شوفوا نفسيات الصحابة اول ما طلع من مكة من المدينة واش قال لهم قال شفت رؤيا تبغون تعتمرون اشوي جابوا بكر قال ممكن نقاتلهم تغيرت من من عمراء الى قتال اشوي قال رسول ما نبغى لا نقاتل ونعتمر نبغى نفاوض ونصلح الحين قال نبغى نقاتل والصحابة كل ما قال شيء حاضر 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 بارد سخن بارد ما فيه احنا نريد هذا التوازن مهيئين رضي الله عنهم ومطيعين للنبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اذا النبي هنا صلى الله عليه وسلم لما اشيع ان عثمان قتلوه مد يده عليه الصلاة والسلام فبدأ الصحابة يبايعون كل واحد يمد يده للنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الف واربعمائة شخص ولما انتهى الرسول يبايعهم رفعيده قال اللهم فاشهد ان عثمان خرج في حاجة الله وحاجة رسوله اللهم ان هذه يدي عن عثمان اني ابايع عن عثمان يقول الصحابة بكينا قلنا والله ليد رسول الله في المبايع هذه لعثمان خير من ايدينا كلها الرسول يبايع عنه قال هذه ميني اضعها في يساري مبايعة لعثمان هذا حبيبي ارسل لرسولا لي فتقتله قريش والله لندخلنا عليها ونقتلها ونرد الثأر لعثمان الرسول ما في لعب انا نعم ابغى السلام ولا جيت للحرب لكن خيانه لا تلفون تدورون معصي ممنوع على لا اقبل بمثل هذا الكلام تعالوا فاوضوني تحدثوا معي ااخذ واعطي معكم اعاهدكم على امر نتعاهد عليه لكن الخيانة ليست من المرؤة ولا من الادب وغير مقبولة هذه خيانة مرفوضة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل بمثل هذه الافعال ولاحظوا الرسول قال لي عثمان يا عثمان وانت طالع وانت جاينا مر على المسلمين اللي اسلموا في مكة وهم ضعوف قل لهم الرسول يسلم عليكم ويطمنكم ويقول اصبروا وترى الخير مقبل عليكم ليش طيب الرسول ما استغل المسلمين الموجودين في مكة وقال العثمان لا دخلت قل ترى اني بنهجم وخلوكم جاهزين وجيشهم عليهم لا الرسول يحترم مواطنتهم لاهل القريش هذا ما يسمى بالتعايش لكن في فرق بين التعايش والتقارب نتعايش حقوق تأخذ وتعطي ااخذ حقي وتاخذ حقك اقلية اكثري ايا كنت مسلم كافر لكن فيه في ضوابط في حدود اما التقارب والاندماج والدخول بطريقة تختلف عن التعايش فهذا مرفوض النبي قبل هذا التعايش بهذه الصورة الحية والتي تسمى بمصطرح اليوم الديمقراطية المقبولة قل لهم يا محمد يا عثمان ان الرسول يبلغكم السلام يعني المسلمين واننا اننا سنأتيكم واطمئنوا واصبروا واحتسبوا فلكم خيرات كثيرة مقبلة عليكم هنا النبي عليه صلى الله عليه وسلم في واحد اسمه ابو سنان بن عبدالله الاسدي هذا اول واحد بايع كان قريبا عند الرسول فقال من يبايع في بديده يقول بايعت قلت ها انا يا رسول الله يعني شوف وجهي يقول يامن تصفوا الناس الف واربعمائة شافني الرسول امشي قال تعال يقول يا ابا سنان قال نعم قال تعال بايع قال والله باعتك انا قبل شيء قال تعال بايع ثانية مرة يقول فباعت مرة ثانية يقول يوم خلصوا الناس اخر شيء شافني امشي قال تعال بايع يا ابا سنان قلت انا باعتك مرتين قال تعال بايع مرة ثالثة يقول بعض اهل العلم ان النبي لمس فيه قوة واراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبايع اكثر من مرة وقيل انه طلب منه النبي المباعة لان الرسول كل ما شاف الناس يعني يفيدون اليه كثرة وقلة وكثرة وقلة اراد ان يشجع البقية ولا يتأخر احد عن المباعة التي اقبل عليها صحابة النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم يا الله اللهم ان هذا عثمان خرج في حاجة الله وفي حاجة رسوله اللهم اني ابايع عن عثمان فانزل الله لقد رضي الله عن المؤمنين يا سلام يا جماعة اسمحوا لي وين هالرافضة عن هالكلام وين من يتهم الصحابة يا جماعة اسمع القرآن لقد رضي الله الله رضي عن المؤمنين سماهم بالمؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الله يدلش اللي في قلوبهم من الحب والايمان فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا فتحا سماها الله فتح مع انهم ما حاربوا فتح مكة قال الله جل وعلا اذا جاء نصر الله والفتح ما قال فتحا عظيما ولا مبينة هنا قال انا فتحنا لك فتحا ايش مبينة فتح مبين مع انه صلح هذا يدل على ان السلم الذي يحقق مبتغاي دون التنازل عن ثوابتي ودون ايهانتي ولا من معي هو الفتح الحقيقي ترى الاندلس ما دخل فيها الاسلام بالحروب دخلت بالاخلاق دخلت بالتعامل دخلت بالادب كم من الناس اسلموا علي بن ابي طالب في احدى المعارك في الخندق كان يبارز يبارز رجل يقول فسقط تحت رجلي خلاص ابطعنه يقول فلما رفعت سيف يا بطعنه اكرمكم الله يقول فتفل في وجهي المشرك هذا تفل في وجهه علي رضي عنه يقول فرفعت السيف ولم اقتله فقال له بعض الصحابة لما لم تقتله تحتك قال والله انه يوم سقط اردت قتله لله ولما بصق في وجهي خشيت ان اقتله لنفسي خفت ان تختلط حظ نفسي مع الحرب في سبيل الله جل في علا فتركته لله واسلم هذا الرجل لان التعامل الحقيقي يفتح باب هنيئا لكم يا اهل البيعة الرضوان رضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم قال النبي عليه الصلاة لا يدخل الجن لا يدخل النار لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة ما يدخلون النار والحديث في مسد الامام احمد وقال لهم الرسول انتم يا اهل الحديبية يعني اهل الشجرة انتم خيروا اهل الارض كمرو البخاري في واحد تخلف عن البيعة اسمه الجد بن قيس يقولون كان منافق وكان عنده اه جمل بعير احمر وكان يختبئ والرسول بايع يقول يختبئ خلف الجمل عشان ما يشوف الرسول يقول تعال بايع انت فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال قولة قال كلكم يدخل الجنة الا صاحب الجمل الاحمر الذي تخلف عن بيعتي هذا ليس له الا ما طلب وليس له الا النار هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا لما رأى مثل هذا الموقف ورأوا مثل هذا الامر عثمان الان عند مكة عند قريش فاطلق عثمان واقبل ورجع على المسلمين وتغير در الرسول انه ما مات الحمس قال لهم الرسول تو يقول من يبايعني يوم شاف عثمان قال معاد في حرب هونا ان نرجع على الهدف الرئيسي اللي هو السلم والصلح صاحبه مرونة وطاعة لله ثم لرسوله هذا اللي نبغاه يا جماعة انا هنا ما تكلم اريد قصص ابسألكم بالله بسألك سؤال اذا اذن المؤذن وانت تسمع حياة على الصلاة حياة على الفلاح كيف تقوم ومتى تتوضى اسألك بالله كم تفوتك من تكبيرة احرام كم صلاة تفوتنا عن وقتها اخواتي حتى انتم ترى بعض الحريم والنساء تعتبر ان الصلاة في وقتها خاصة بالرجال حتى انت مأمورة تصليين الصلاة في وقتها لكن في بيتك بعض الحمس تقول لا حنا عادي لا من يوم يؤذن المؤذن يدخل الوقت توضعي وقومي صلي لله اذا امرك القرآن بالحجاب تحجبي طاعة لله مباشرة شارعي النساء لما نزل امر الحجاب في عهد النبي قال النساء والله ان كنا نحتجب نحط الحجاب اللي ما تلقى حجاب تقطع بينها وبين اختها من جلالها تقطع لها وتتلبس الحجاب طاعة لله لما حرم الله الخمر استجاب الصحابة لله ولرسوله حتى سارت الخمر تسير في الشوارع والسكك مثل الانهار استجيبوا لله يا جماعة اذا سمعنا امر الله قل سمعا وطاعة والله لو يتصل عليك مسؤولك ولا مديرك ولا واحد انت خاف منه ولا الديان يطلبك ان تقوم ترتجف وتجاوب وتقبل على الناس الله اذا ناداك وامرك ورسولك اذا دعاك قل سمعا وطاعة يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم استجب لله وللرسول اذا رأيت ما يدعوك اذا رأيت ما ينفعك قريش الان رجع عثمان بن عفان وقريش الان شافت ان هالرجال بايعوا للموت خلاص بايعوا للموت في هذا الصلح ولا يستطيعون ان يقفون امام حتى شوفوا الان اعترفت قريش بين 1400 شخص ليس معهم سلاح لم يأتوا لحرب انها اقوى منها وانها تقدر تقاتلها وش بتسوين يا قريش يلا تعالي يا سهيل بن عمر رح خلص التفاوض خلاص ما نقدر محمد هذا سككها من كل مكان نجح النبي ولا ما نجح 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 الرسول ولم يتنازل رح وقل ما شئت لمحمد بس شف نشترط عليك شرط قل له ده السنة ما تعتمر لانا لو دخل عينا غصب الناس بتناظرنا ان ما نقيمه وهو الرسول ما يقبل هذا لنا واللي يبي يسوه حنا ما عندنا مشكلة لكن لا يدخل السنة هذه يرجع ويعتمر السنة القادمة قال سهيل بن عمر انا بروح لمحمد عليه الصلاة والسلام يوم جاء سهيل بن عمر يمشي شافها الرسول اقبل عليهم قال الرسول جاءكم سهل سهل الله وامركم انتهينا الرسول فاهم وعارف الموضوع جاءكم سهل بن عمر سهل الله وامركم او سهيل بن عمر فسهيل بن عمر يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وقابل النبي عليه الصلاة والسلام واعتذر له اول شيء قال نعتذر لك حنا وقفنا عثمان عندنا حنا اسفين حقك عراس يا محمد اعتذر لك اثنين نعتذر لك على هالمهبل اللي جوك واخترقوا الصفوه وجبتهم لنا مربطين حنا اسفين هذه اول حاجة هذا اعتراف هذا نجاح باهر هذا اعتراف اول اعتراف من قريش برسول الله وبالمسلمين واول اعتراف بقوة المسلمين واول اعتراف بالمدينة الان بدى النبي عليه هذا التخطيط شفتوا نبيكم يا جماعة شفتوا رسولكم صلى الله عليه وسلم شفتوا النظرة البعيدة شفتوا العقل شفتوا السياسة شفتوا التفاوض شفتوا البعد عليه الصلاة السلم والرحمة الذي جاء من اجلها صلى الله عليه وعلى آله انا ما بغى شيء خلوا بيني وبين الناس لا تصكون بيني وبين الناس اريد ادعو الى الناس هذه الان معاهدة حقيقية الان ستبدأ المعاهدة الصريحة الواضحة طبعا سهيل بن عمر بدأ يخاطب الرسول قال يا محمد ان قريش فوضتني انه تخاطب معك قالوا اش تبغل انتم الرسول يقول قال اول شيء ما تعتمر السنة هذه تعتمر السنة الجاية شوفوا الصحابة واقفين واش مسوين الصحابة محرمين يبونوا يدخلون انصدموا يوم قال الرسول نعم لكم ذلك يا رسول الله احنا جايين من المدينة ولابسين احرامنا وما بيننا وبين الكعبة لا يعني شيء بسيط وتقولها نعم قال نعم ثم ماذا قال تجينا السنة الجاية وتعتمر فقط تدخل ثلاثة ايام ثم تغادر مكة قال نعم ما عندي مان الرسول هنا الان جالس يأخذ يعطي والصحابة ينظرون الى هذا الكلام هم مطيعين بس كانوا ينظروا الهدف اللي قلنا اقل هدف الدخول العمرة لكن الرسول ينظر الهدف الاكبر هدف الاصلاح هدف النهضة هدف الدعوة يجمع في كل مجال يا مهندس يا دكتور يا شاب يا صحاب الصناعات يا صحاب الحرف حتى الاخوات الفاضلات اللواتي يقمنا في البيوت ببعض الانتاج الداخل لهم وانتاج البيوت من طبخ ومن خياطة وغير ذلك كل مسلم يستطيع ان يقدم رسالة وان ينهض بهذه الامة قال له سهيل ابن عمر وعندنا شرط ثالث قال وشو قال من يأتي من عندك لنا مرتد حنا نقبله ومن يأتيك من عندنا لك ما تقبله قال رسول نعم وافقت صحابة كيف يا رسول الله كيف توافق على هذا وقال الرسول عليه وسلم لهم شرط ومن اراد ان يدخل في حلفي عندكم في مكة يبقى معي وله ما لي ولا عليه ما عليه ولا يجيني ومن دخل عندي معكم حالفكم تركته لكم ولا اقول لشي قال اوافقنا قال يا علي تعال علي بن ابي طالب تعال اكتب الرسول بيكتب العقدة الان بيتفاق صحابة ينظرون كيف نكتب به رسول الله حنا محرمين وكيف توافق لهم حنا اقوى منهم خلنا ندخل ونقلب عليها واطيها ونقاتل ونأخذ حقنا قال رسول اكتب يا علي عمرو بن العاص يوم شافهم وافقوا على هالشروط كان ما زال مشرك عمرو بن العاص يوم شافهم وافقوا قام ركب على بعيره وسافر قالوا وين قال انتهت قريش مجانين محمد اخذ حقه منكم انتم ما تفهمون الصحابة حتى الان لم يستوعبوا الموضوع برمته قال اكتب مسك علي بدأ يكتب علي قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله قال لحظة لحظة سويل وشي بسم الله الرحمن الرحيم منه الرحمن الرحيم انا ما نعف الرحمن الرحيم اكتب ما عرفته انا وبوي وبوك وجدك اكتب بسمك اللهم امسح الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم لي امسحها قال امسحها يا علي ما عندنا معنا امسحها قال هذا معاهد محمد رسول الله قال وش رسول الله حنا لو نعترف انك رسول الله ما حاربناك امسح رسول الله انتم تخيلين عليه امسحت كان يقول كذا وش اللي امسح قال والله اني لرسول الله يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم والله اني اعلم اني لرسول الله وكاكذا الله ارسلني وسماني لكن سامسحها امحها يا علي قال والله ما امحها علي قال معاصي ما تمحي ليس عصيانا لكن يا رسول الله لا توافق له قال امحها يا علي قال لا امحها يا رسول الله قال الرسول وينها وينها ورنيها رسولكم لا يقرأ ولا يكتب لكنه حرك الدنيا كلها قال هذه هذه رسول الله فوضع النبي مكانه امحاها صلى الله عليه وسلم قال اكتب من محمد بن عبد الله لا تكتب رسول الله خلنا نمشي وهذا فيه دلالة على اننا نريد الصلح نريد السلم نريد عدم اثارة الدماء التفت الرسول على علي قال لما لم تمحو يا علي قال كيف امحو يا وانت رسول الله قال يا علي شوفوا الكلمة الخطيرة المبكية قال فان لك مثلها ستأتي عليك مثل هذا اليوم وانت لها مضطر تكلم عن الفتنة عن اخر الزمان بس علي لم يستوعبها في تلك اللحظة قال بيجيك يا علي موقف مثل موقف هذا وستمحو كما امحو هذا الرسول وهذه من دلائل النبوة وعلي ناظر والناس الصحابة جالسين ناظرون وسهيل بن عمر يكتب قال امحوها فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام واتفقوا على ذلك الاتفاق وكتب ذلك الاتفاق وكتب ذلك الصلح والرسول توم خلاص يكتبون يوقعون وجاء رجل يركض اسمه ابو جندل ابو جندل من هو ولده ولد سهيل بن عمر ذا اللي يوقع مع الرسول مربط مربطتها قريش ونحاش مسلم ولا يبغانا يروح للرسول وجاء يركض يا محمد يا ادركني اقد اسلمت اشهد ان لا اله الا يصيح والرسول شافه وسهيل اتفت ان له هذا ولده وطاح عند الرسول قال يا رسول الله انا داخل الله ثم عليك امنعني من هؤلاء احيان الرسول يقول لنا اللي يجيك مني اللي يجيك من عندنا ما تقبله والرسول جلس ينظر قال ابشر ابشر نقبله قال سهيل لا هذا اول شروطنا ان قبلت هذا العقد اللي بينه وبينك هذا ما يلغي هذا اول واحد قال له الرسول اجيزه لي يا سهيل اسمحنا في هذا تونى ما بعد وقعنا اسمحنا وخليه يدخل في اسلام ويكون اتفاقنا عقب هذا قال ابدا لو قبلت ابا جندل هذا وخذيته نلغي العقد ولا بيننا وبينكم صلح قال الرسول اصبر يا ابا جندل والله ما نقدر نقبلك صحابي نظر الموقف وهم يحترقون لهذا الموقف اصبر ابا جندل وارجع لعل الله يجعل لك والمسلمين مخرجا وفرجا اصبروا واحتسبوا يا رسول الله كيف تتركني مع هؤلاء وانا جايك ابغى الاسلام قال يا ابا جندل ان بيننا وبينهم عهد اعطيناهم اياه وانا قوم لا نغدر والله لا يغدر انا انا ما اقدر اغدر وهذا عهد كتبته فوقع النبي عليه الصلاة والسلام فوقف عمر وراح لابو بكر قال يا ابو بكر اليس هو رسول الله قال بلى قال اليس هم المشركين قال بلى قال اصنع على الحق قال بلى قال اليس هم على الباطل قال بلى قال لما نعطي الدنية في ديننا قال اسكت يا عمر والزم غرسه قال اروح للرسول ما كلمك عمر زحل وجاء قال يا رسول الله قالست رسول الله قال نعم قال هلست على الحق قال نعم قال اسنى المسلمين قال نعم قال المهد المشركين قال نعم قال لماذا نعطي الدنيا قال يا عمر اصبر فان الله لن يضيعني لا تستعجل يا عمر اترك الموضوع عند الله ثم عندي وانا عبد لله جل في علاه ابو بكر عمر زاد حنقة يعني انزعج ويشوفه بجندل يرجعونه فجاء عمر شوفه الموقف المضحك الجميل وهذا بالصحيح وطلع سيفة عمر ابو جندل واقف كنا مربط يقول الرسول ارجع والرسول حط السيف كذا قال والله لو كنت في مثل هذا الموقف لأقتلن ابي في سبيل الله انخذ السيف واذبح ابوك فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم اليه قال له ابو جندل لما لم تقتله انت قال والله ما كان لي ان اعصي رسول الله قال ابو جندل وانا والله ما كان لي ان اعصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوفوا الطاعة والالتزام والوقوف عند امر الله واستقبال هذا الامر بكل ما يريده الله ويريده رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم الثقة بين الراعي وبين الرعية معنى كبير في الحديبية يا رسول الله انت الان لن تدخل المسجد الحرام عمر يقول له يا رسول الله انت طلعتنا من المدينة واش قلت لنا قلت اني شفت رؤية وانكم تريدون العمرة وراح تعتمرون قال بس انا ما قلت لكم السنة هذه انا قلت لكم السنة هذه قال صح انت ما قلت هالسنة انا قلت انا رأيت رؤيا وانكم ستدخلون مكة وتعتمرون لكن الله لم يكتبها لكم هذا العام ما كتبت هذه السنة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا فتحا سماه الله فتحا قريبة هذا الفتح الحقيقي الفتح الذي اراده الله تبارك وتعالى الفتح المبين عمر بن الخطاب قال اهو فتح يا رسول الله قال نعم فتح يقول والله ما استوعبت انه فتح الا بعد سنة يوم اسلم من العرب والوفود اللي اسلموا اكثر من عدد الذين جاءوا مع النبي 1400 اسلم اكثر من عشرة الاف في سنتين فقط فقال عمر بن الخطاب علمت انه فتحا واخدت اتصدق واصلي واعتق من الرقاب ارجو الله ان يغفر لي ذلك الموقف هو فعلها غيره والصحابة عندهم غيره وحس على هذا الاسلام ويريدون ان ينصر هذا الدين لدرجة انهم من الموقف اللي تأثروا قال لهم رسولي يلا قوموا وحلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم ما قدرت تدخلون خلاص على انهم احصرتهم فما استيسر من الهدي فما حد قام قوموا يا جماعة انحروا هديكم وحلقوا رؤوسكم ولا حد قام ودخل رسول يقلب يده على ام سلمة الرسول كان ياخذ في كل سفرة واحدة من حريمة نساء يسوي قرعة بينهم وكانت القرعة على ام سلمة ودخل عليها قال هلك قومك هلك قومك امرتهم بان يحلقوا وينحروا قالت هون عليك يا رسول الله فانما ذلك مما رأوا لكن اشير عليك بامر شوفوا الحرمة هنيئا للمرأة هنيئا للمرأة في الاسلام المحترمة صاحبة الرأي صاحبة الرشد صاحبة العقل يقبلها نقبل رأيها ونقبل رشدها ونقبل مشورتها في حديث مكذوب عن النبي اللي يقول شاوروهن وخالفوهن هذا مو بصحيح يقول بان ابا اخذ رأي حرمت وبخالفها لا الرسول كان يشاور احيانا النساء ويشاور النساء قالت المسلمة يا رسول الله اشير عليك ان تخرج امام الناس وتنحر هديك وتحلق راسك وهم بيسووا مثلك قال هذا هو الرأي وطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحر الهدي وحلق راسه فقام الصحابة كل منهم ينحر ويحلق لدرجة انهم من القهرة اللي شافوه من قريش كل واحد يجز راس الثاني وحتى رأينا الدماء تزيد حتى قال ارفق علي يا اخي قطعت راسي من الخوف والحنق الذي رأوه من قريش وما فعلته قريش في هؤلاء الرجال لكنهم امة يريدون الحق عندهم مبدأ يريدون ما عند الله ولذلك اسلم اكثر من الف اكثر من عشرة الاف دخلوا في ذلك الاسلام العظيم فيه رجل اسمه ابو بصير ابو بصير هذا اسمه عتبة ثقى فيه هذا ابو بصير اسلم وجاء لحق الرسول في الطريق قال يا رسول الله اني اسلمت ووراها اثنين من قريش قالوا ايا محمد انتم وقع اللي يجيك ترجع قال رجع رجع قال ابو بصير الله ما لي فيك ورجع مسكوه ذولي وربطوه وابو بصير هذا ذكي كان يعرف يسولف يتكلم فجلس يسولف معهم في الليل مع اثنين ذولي اللي ماسكينا حراس من قريش يقول له يا اخي ما اجمل سيفك سيفك جميل ذا ممكن اشوفه يقول فاخدت السيف وقصيت رأس واحد منهم ثم هرب فلما هرب راح الثاني يشتكي للرسول قال ترى رفيزك اللي سلمتناه قبل شوي هج قال أنا آن خلصت يوم جاء عندي يعطيتكم اياه وراح ابو بصير وين راح راح وجلس عند الساحل في الرواية ذهب عند السيف السيف اللي هو ساحل البحر يجدة يعني فجلس هناك وقال للرسول راح للرسول في المدينة قال يا رسول الله اما عهدك فقد اتممته واما انا فتركني وشأني انت سلمتني لهم وان رجال فكني الله منهم وانا بجلس في مكان حتى يفتح الله علينا وعليك وراح جلس هناك وبدأ كل واحد من المسلمين ينحاش يروح عند ابو بصير واولهم ابو جندل هذا اللي سلمه الرسول ولد سهيل بن عمر واجتمع ضعفاء المسلمين اللي ينحاش من عندهم من مكة يروح عند ابو بصير فصاروا عنده عدد كبير وقريش تورطت كل ما جو يودون سجارتهم الى الشام لازم يمرهم على الساحل وقف لهم ابو بصير من معا قال رجعوا والله ما تطلعون لا يقطعهم ليس قطع طريق لكنه لا يسمح لهم بالدخول تدهو الوضع قريش الاقتصادي فارسلوا ابو سفيان للرسول قال يا محمد حنهونا الحين ليسلم من عندنا وجاك خذهلك بس فكونا من الناس اللي ساديننا عن البيع الشراء هنا اكتب النبي كتابا لابي بصير قال لقد فتح الله عليك وعلى من اسلم معك وقد قلتها لابي جندل يقولها الرسول قلتها اصبروا واحتسبوا حتى يأتي لكم يوم ويكون الفرج والمخرج لما وصل الكتاب وعطوه من ابو بصير فاذا بابي بصير يحتضر في اخر لحظات حياته فقبل خطاب الرسول قال ما احب هذا الخطاب الي اشهد انك رسول الله وحطوا الخطاب وكفنوه ودفن ابو بصير في قبره وخطاب النبي بين جنبيه رضي الله عنه وارضاه ورجع ابو جندل ومن معه ممن اسلم من الضعفاء الذين كانوا في ذلك الساحل وذهبوا الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا مع رسول الهدى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وكانوا يشعرون بايام عظيمة وتحقق لرسولكم الهدف الاكسمى والاكبر والاعظم والاجمل عليه الصلاة والسلام وهو الصلح الذي اراده الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وشفنا كيف الانسياب الجميل والقيادة الحكيمة من رسولكم صلى الله عليه وسلم وقع على ذلك العقد وشهد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ابو بكر وعمر وعثمان وابن عوف عبد الرحمن وابن وقاص صعد رضي الله عنهم وابن الجراح ابو عبيدة ومحمد بن مسلمة واما المشركون فوقع معهم مجموعة منهم مكرز بن حافص وغيرهم وقع مع سهيل وشهدوا على ذلك الصلح الذي كان من رسولكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اسألكم بالله احنا نسمع هذه القصص وهذه السيرة وهذا الجمال والكمال البشري العظيم الا يستحق هذا الرسول الاجلال والتقدير ويوضع على الرؤوس بل ويتبع قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اتحدث عن ثلاث نقاط واختم لقائي هذا اما نقطة الاولى اعيدكم ان شاء الله تعالى خلال هذا الدرس في سيرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انا الحقيقة لا جلست في الاستوديو مع اني في البداية كنت زعلان شوي ورأيت هذا الاسم محمد رسول الله اشعر بالعظمة والله يا جماعة والله اني اشعر يعني بلهجة العام ما عندنا اتنومس احس بالانس والنشوة والفرح والسعادة والاجلال لاننا نتحدث عن رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم سنتحدث في اللقاءات القادمة سأحدثكم عن تعامل النبي مع النساء وعن تعامل النبي مع الاطفال والشباب عن بعض المواقف للرسول صلى الله عليه وسلم سنتحدث ايضا عن خيبر وعن كذلك مؤتة وعن حنين وسنتحدث اكثر من موضع فيما يتناسب مع حال امتنا ومع شبابنا وكرر انني معكم ولكم وادعو لكم اشكركم على تفاعلكم الكبير الذي الحقيقة يخبرني به الاخوة الذين يتابعون في تويتر مع هذا الدرس واشكركم على تصاميمكم اشكركم الحقيقة على تفاعلكم ايضا مع المسابقة الهدف من وجود مسابقتنا مسابقة السيارة السحب عليها هو الهدف فقط ان نقول للشباب وللناس اشكر بالمناسبة شركة الجميح الشيخ محمد والشيخ حمد واسرة الجميح عموما واشكر من كان سبب في هذه الشركة المباركة على هذا الاهداء الذي قدموه ترى ما قدموه لقصد دنيوي جزاهم الله خير لا بغوا دعاية ولا رعاية انما قالوا نحن نخدم سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم جزاهم الله خير طبعا فكرة المسابقة حن كل يوم كل ليلة بعد الدرس ننزل ثلاثة سئلة نترك الاجابة عليها طبعا الاثنين والثلاثاء ومددنا الى الاربعاء على اساس يكون في مجال ليس شرط للمتسابق انه يشارك كل سؤال او كل حلقة اللي ما شارك الاسبوعين الماضي يستطيع يشارك الاسبوع القادم وهكذا حن في النهاية طبعا اللي يشارك في المسابقة كلها يعني كل حلقة بلا شك انه سينزل اسم يعني شاركت مرتين بنحط اسمك مرتين شاركت ثلاث بنحط اسمك ثلاث ثورقات وراح يكون السحب امامكم ان شاء الله تعالى على الهواء مباشرة والاسئلة التي تطرح يوضع فيها الهاشتاغ طبعا بدر المشاري ويكون هذا الهاشتاغ بحيث ان نستطيع ان نعرف لا سيلا تكون كل الاجابة في تغريدة واحدة حتى نستطيع احصائها ومتابعتها عن طريق الحقيقة من يتابعها جزاهم الله خير ويشرفون على على هذه المسابقة وسيكون السحب ان شاء الله تعالى على الهواء مباشرة امام الناس وعند نشوف االية كيف يكون من يحضر معنا من الادارة هنا في قناة بداية او من شركة الجميع نرتب هذا ونعلنه ان شاء الله تعالى في وقته الامر الاخير التي احببت ان نتكلم عنه وهو قضية جمعية البر في المزاحمية الاخوان تو يقبروني اولا بقولكم شيء حنا لسنا بدلالين انا اتكلم عن نفسي مع ان نشرف ان ندل الناس للخير لكن نقصد بالدلالين البيعين او السماسرة نحن نرجو ان نكون من طلبة العلم ومن الدعاة الى الله الذي ندعو الامة على علم وبصيرة لكن هذه المكاتب وهذه الاعمال وهذه الجمعيات يا جماعة ليس لها بعد الله الا انتم من انفق عدل تمرة عدل تمرة يعني جزء من تمرة حيزت له الدنيا يعني انت لما تتبرع بشق تمرة الرسول يقول يوم القيامة يخاطبكم الله من غير ترجمان فيلتفت المرء على يمينه فلا يرى الا ما قدم ويلتفت على شماله فلا يرى الا ما قدم ويلتفت امامه فلا يرى الا النار ثم واش قال الرسول فاتقوا النار ولو بشق تمرة كانه يقول هول هذه المواقف وقدامك النار اتق النار ولو بشق تمرة ليش الرسول قال بشق تمرة ليش لانه بيقول لنا حتى انت يا الفقير تقدر تتبرع التمره اللي عندك قصة نصين كل واحدة نصف منها ونصف تبرع به لله والله جل وعلا يأخذ المال والصدقة بيمينه ولا نشبه ولا نمثل فيربيها كما يربي احدكم فلوة الفلوة المهرة من الخيل تربى والله جل وعلا النبي اختار الفلوة والمهرة لان العرب يحبون الخيل الاصيل وكانوا يتعبون في تربيتها والعناية بها والام لما تربي ولدها تخيل يوم القيامة تجي وهذا الفلو يربى كجبل احد حسنات يا جماعة بصدقة مثل التمرة فانفق ينفق عليك يا ابن ادم كانت عائشة رضي الله عنه ذرادت انت تنفق وتتصدق تحط الدراهم في كاس او ماء تضع فيها اسف تضع فيها المسك وتغسل الدراهم قالوا ليش قال انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير ولذلك احب ان اطيبها وان اطهرها اسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات الله يحرم جيهكم عن النار قولوا امين ويرزقكم من حيث لا تحتسبون ويزيدكم من فضله انتهى الوقت المحدد لهذه الحلقة اعيدكم نلتقي ان شاء الله اذا امد الله في الاعمار في الاسبوع القادم مع سيرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والى لقاء اخر سلام الله عليكم ورحمته وبركاته امد الله في وصف مولان الرسول يا حيرتي ما ذا قول في وصف مولان الرسول فبوصفه يا رب اشدو وبحبه ارجو القبول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة